السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى قسم هندس التقنيات الميكاترونيكس أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة في مادة الأليكترونيات موضوعنا اليوم عن PN Junction and Diodes قدنا PN Junction شنو مصطلح PN Junction رح نعرف هذا الشي احنا اخذنا قلنا انه لما نشوب السيمي كوندكتور مرة نشوبه ب trivalent ومرة نشوبه ب benta valent trivalent رح يكون لنا B-Type semi-conductor سيكون لنا N-Type semi-conductor وشفناها وعرفنا بعض التفاصيل عن B-Type semi-conductor و N-Type semi-conductor خلاص نحن سيكون نقوم بحثة نقوم بعمل السيكون نقوم بعمل T-Valent مرة نقوم بعمل T-Valent مرة نقوم بعمل V-Type الاخرى بي و انت سيتكون بين قطعتين سيتكون بين القطعتين سيتكون باصل بين قطعتين بين قطعتين بين قطعتين سنرى ما هذا الانتجنشن ما سيصبح حواليه سيجد من هذه المشكلة بين الانتجنشن سيتكون هذا الفاصل اسمح ب انتجنشن بالى هي Guillote is the basis for diodes. هنا البيانجكشن يستخدم في تطبيقات مختلفة. في الدايود. في الدايودات الثنائية. في الترانزيسترز. رح نجي هاي نشوف تفاصيلها. اوكي. الخلايا الشمسية. بالاضافة الى تطبيقات. بالالكترونية تطبيقات اخرى. مزين. نأتي هنا عن الـ Depletion Region او Depletion Layer. الـ Depletion Region تتكون في هذه المكان هو نفس PN Junction. نتكون حولها الـ Depletion Region او Depletion Layer. خلينا نشوف شون السبب انه تكون عندنا هذه الـ Depletion Region. مزين. هنا عندنا انه كل الـ ما يجيلي. الـ Depletion Region. طبعا اهن او ديكترون. مو قدنا هذي. هي الـ P. تايب. وهنا الـ N. تايب. الـ N. تايب. بها شنو بها. الـ Majority carriers اللي قلناها بالفيديو هنه الـ الـ الالكترونات. يعني هنا عندي الـ الالكترونات. هنا عندي شنو هولز. اوكي. فهنا هنا كل ما يجيلي. الـ الالكترون. طبعا اهن رح يصير انه الالكترونات رح تيجيلي تقترب من الـ PN جنجشن. وهنا الـ Holes رح تخترب من الـ PN جنجشن. كل ما يعبر الـ الالكترون. من الـ N. تايب. الى الـ P. تايب. رح يسببنا هذا. رح يسببنا وهو فرق فرق فلتير. فرق فلتير حلقه على خلقه الـ PN جنجشن. اوكي. هذا فرق يسمى فرق الجهد بين القطعتين. فرق الجهد او فرق الحاجز اوكي. هذا رح يتكون نتيجة لعبور الالكترونات من هنا رح تعبر الان تقوم بفجوة وفجوة تنمج بفجوة وفجوة تتقوم بإذن لير هذه الليار. بها فرق الجهد. نتيجة انه هدنا هنا صارت الكترونات من دخلت منها وهنا هنا هونز. ايضا تنتقل الى هنا فصار عدنا إعادة جمل او بحادث خلط فاقت جهود هذا الذي يكون هنا بهذه اللايير فاقت جهود الذي يعتمل على عدة عوامل من هذه الحوامل هي نوع السيمي كونكتر نوع شبه الموصل او نوع مادة شبه الموصل مقدار التشويب ودرجة الحرارة لماذا؟ التشويب يزيد الاليكترونات الحرارة التمبريتشر يجب أن تتأثر لأنه تتولد الاليكترونات الحرارة كلما تتولد الاليكترونات الحرارة يتساهم في عملية التوصيق لذلك هذا فرق الجهود بين هذه الجزئين ليعتمد على هذه الأمور نوع السيمي كونكتر بين جرمانيوم و سيليكون يختلف يختلف تركيب الزابر بالاضافة الى مقدار التشويب الذي يزيد التوصيلية بالاضافة الى درجة الحرارة عادة البرير فوتينشيال فرق الجهود بهذا الحاجز يكون حوالي 0.7 بولت بالنسبة للسيليكون بالنسبة لأنواع السيليكون أوكي و 0.3 بولت بالنسبة للجرمانيوم و هادي راح نشوفها بالدايود السلايدات القادمة إن شاء الله نجي الى مصطلح أيضا نستخدمه هنا هو الـ Forward BIOS الانحياز 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 الأمامي أوكي عندنا هذا الشكل اللي تشوفه هنا شنو بي 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 قطعة بي بي و أن وهنا نمسلطين مصدر بولتية زائد ناقص أوكي زائد Terminal Positive Terminal ارتبط الى القطعة اللي هي نوع P اللي هي شبهة هذي بها Holes Majority Careers نواقل الرئيسية شنو هنا تجوات Holes والنغатив الان اللي هو بي هنا Majority Careers نواقل الرئيسية شنو الكترانات ذات شحنات سالبة الهولد شحنات هنا موجبة وهنا الالكترانات شحنات سالبة هنا هذا الربط هذا النوع من الربط تشوفون القطبية Positive للPositive والنغатив للن هذا النغатив Positive يحتوي على الهولد وهنا الن يحتوي على الالكترانات باعتبارها الالكترانات سالبة هذا النوع من الربط يسمى بالانحياز الامامي زين ليش يسمى بالانحياز الامامي فهنا هذا الباطر يش رح يساوي رح يخلي الهولد الهولد هذي هنا مو زائد عندنا وهنا عندنا الهولد زائد رح يخلي الهولد رح تتوجه الى هذا الاتجاه يعني تتوجه نحو الهولد و الالكترانات الهولد الهولد هنا جايدنا مرتبط هذا الطرف للنغатив وهذه هنا عندنا نغатив يصبح تنافر ايضا تتوجه الى الهولد 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 لابد حيث تتوجه ايضا تقوم بها الهولد الهولد المسلطة على الترافي هذا الموصل لم يكن تكون اعلى من الهولد 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 او البرير potential. يجب أن تكون أعلى. إذا البرير potential قيمتها 0.7 فإن هنا مسلط 0.5 أقل من القيمة معناتها لن تعبر الإلكترونيات من الآن للإي. بينما هذا مسلط هنا بولت هي 1 بولت. ما سيصير؟ سيصير عبور الإلكترونيات. سيصير عبور الإلكترونيات. إذا كانت أعلى من 0.7 بالنسبة للسيليكون مثلا أو 0.3 بالنسبة للجرمانيو معنات راح تعبر الإلكترونيات ويصير عدنا توصيل. أوكي الإلكترونيات بعدها تنتقد إلى السلك. انتجي هنا وبعدها هذا الجزء ينتقل وهكذا. الهولز تبقى داخل السيمي سيصير عبور الإلكترونيات. هذه الحالة لما يكون لدينا قيمة قيمة الفولتيعة من البريير فمعنات راح تعبر الإلكترونيات. أوكي. ستقوم بعمل عملية عادة جمع وهي الهولز. أوكي. أوكي وتستمر الإلكترونيات بالتدفق. كما تنفق في الماء باللغة كلها. مستقل الـ Reverse Bias. هم مصطلح معناته. يعني الإنحياز العكسي Reverse Bias. هنا ما سيصير عندنا؟ ترون هنا هذا المصدر. الجزء الـ Negative منه ارتبط. هذا بطارية ناخذة. مصدر DC. الجزء الـ Negative هي المستمر. الجزء الـ Negative وارتبط إلى قطعة P. وهو جزء الوضع إلى القطعة التي بها أنزل. ما سيصبح هناك؟ هناك نجاتف. هناك نجاتف. هناك نجاتف. هناك نجاتف. هناك نجاتف. هناك نجاتف تجاذب. أعلم الأجزاء الوضع الموجودة ستتوجه بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه. إنتجاه هذا الجزء. هناك نجاتف. هناك نجاتف ، ستتوجه إلى هذا الجزء. هنا جبتنا بوزيتف. هذا الجزء بوزيتف. معنات إلا أننا لدينا الكترونات بهذا الجزء اللي هي النكاتيب رح تتوجه إلى هذا الطعام. معنات شنو الإلكترونات تترح بهذا الاتجاه والفجوات تتجه إلى هذا الاتجاه. فإذا نجب نشي اللياب ما راح يعبر بيها الإلكترونات. معنات شنو الإلكترونات صارت بصورة عريضة. معنات شنو الإلكترونات معنات شنو الإلكترونات. ما راح تصير عملية انتقال الإلكترونات والتقاءها بالفجوات. حسنا. وهذا ما راح يسبب؟ راح يسبب أنه لا يمرتيار. وهذا الدايود أو إذا نعتبره الدايود لأن الدايود هو تكون كيان جمشين معنات ما راح يمرتيار في الدايود. لأنه إنحياز عكسي. وهذه راح نشوفها أكثر أيضا بالدايود. هنشوف شنو حيث يصير. مصطلح. مصطلح الدايود. هو مصطلح أيضا مهم. الـ Breakdown يصل مثلاً بالـ Diodes اللي هي التنائيات لأنه عندنا الـ Diode بـ Reverse BIOS لما يكون Reverse BIOS يعني مثل هذه الدائرة ستكون لدينا فولتية اللي هي نسميها فولتية الانهيار فإذا فولتية الانهيار شو كنت تحدث تحدث لما يكون لدينا الـ Diode الـ Reverse BIOS وصل الى Maximum Voltage أقصى بولتية ممكن يتحملها بالـ Reverse BIOS يعني نعدي هنا الـ Diode ومسلط عليه بولتية كلاش عالية أوكي هنا هذه الـ Voltea هي أقصى بولتية ممكن يتحملها الـ Diode وراها سيحدث عندنا سيحترق الـ Diode هذه الـ Breakdown Voltage عادة تكتب مع جزء الـ Diode يأتي ما يسمى بالـ Data Sheet الـ Data Sheet هي جداول وبيانات ومواصفات تأتي مع كل جزء الـ Diode وممكن البحث عنها من خلال الـ Internet بمجرد كتابة رقم الجزء الألكتروني من خلال الـ Internet يظهر ما يسمى بالـ Data Sheet هذا الـ Data Sheet فيه بعض التفاصيل المهمة التي يستفاد منها المصمم الدوائر الألكترونية الـ Breakdown Voltage يجب أن يأخذها المصمم بنظر الاعتبار إذا صارت زيادة مثل ما قلنا بالـ Voltage عندما يكون Rebirth Files سيسبب هذا أنه يسبب احتراء على هذا الـ Diode عادةً لـ Breakdown Voltage تكون على الأقل 50V يعني هذه بصورة عامة إنه بالـ Diode بتكون الـ Breakdown Voltage يعني إذا زيت فوق الـ 50 احتمال الـ 60 يحترج الـ Diode اعتمادًا على مواصفة كل الـ Diode وآخر لأنه لدينا أنواع مختلفة بالسوق سوف نأتي إلى تفاصيل أكثر عن الـ Diode نأتي هنا نشوف هذا الـ Basic Structure ما الـ Diode التركيب البسيط ما الـ Diode ما يريد الـ Diode؟ لدينا قطعتين هي P و N و بينها P N Junction وهذه ما تسمى بالـ Depletion Region مثل ما قلنا هي المنطقة التي تقترب بها الإلكترونات والفجوات ويصور بها انتقال للإلكترونات وتصوي كومبينيشن وهي شنو وهي الفجوات هذه الـ P تنربط إلى ما يسمى بالـ Anode اللي هو الجزء الموجب والكاثات اللي يرتبط لها الـ N اللي هو هنا الكاثاتات الجزء السعب وهذا التركيب الرئيسي للـ Diode الـ Diode أيضاً ترمز إلى الدوائر الكهربائية والممزز إلى هذا الشكل هذا الشكل هو رمز الـ Diode هذا الجزء نشوفه هو الأنود وهذا الجزء هو الكاثوت يعني أبو الخاط هو الكاثوت وهذا الجزء هو الـ Anode سنشوف هذه الأجزاء الـ Anode هو الكاثوت ستأثر على عمل الـ Diode حسناً 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 هذا الـ P سايد مثل ما قلنا أنه هو الأنود وهذا الـ Anode وهذا الـ Anode هو الكاثوت هنا لدينا أشكال مختلفة من الـ Diode ممكن نلاحظها أو نشوفها بالسوق ونريد نشتري الـ Diode ممكن نشوفه بهذا الشكل أوكي بهذا الرمز أوكي به خاط عبارة عن خاط أوكي هذا يمثل الخاط الكاثوت وهذا الأنود هذا رقم الجزء الـ D0 14 هذا يمثلنا هو الـ Diode هذا رمز الـ Component رمز الجزء الإلكتروني هذا يشكل آخر للـ Diode هذا الجزء الذي يمثل الـ Anode قادة الكاثوت وهذا رقمه نحن لما نريد نروح للسوق نريد نشتري هذا الجزء نريد نشتري الـ Diode مثلاً عندنا بدائرة كهربائية نريد نستخدم هذا الـ Diode ليش؟ لأنه مواصفاته مثل ما بحثنا بالـ Internet شاكنا الـ Data Sheet Malta اللي هو جداول البيانات عرفنا التفاصيل مالتها قررنا أنه نشتري هذا الـ Diode من نروح للسوق نريد نشتري هذا الـ Diode ونطيحهم هذا الرمز مباشرةً نقول لهم أريد الـ D0 14 أو أريد هذا الرمز أو هذا الـ Diode اللي هو 60-01 فمباشرةً رح الشخص اللي خبير بالسوق رح يكون عنده هذه الـ Component ونقسمها اعتمازاً على أرقام أوكي؟ هذه كلها أنواع من الـ Diode هذه كاثرود أنود أوكي؟ وهذا أيضاً كاثرود هذه كلها كل شكل ممكن استخدمه بدايرة مختلفة أوكي؟ وكل جزء ممكن تكون مواصفاته تختلف عن الجزء الآخر وحناً الكاثرود أتخدمك كاثرود كاثرود يميز هو الذي يميز أما كاثرود يميز ومعين أو لونه يختلف أو يكون مثلاً جزء من عنده كاثرود يختلف فهي بالنسبة لشون الميزة الفيزيكالية يعني شون الميزة من الروح للسوق أو شون الميز الكاتول على الأنود أيضاً هناك طرق فحص هذه إن شاء الله راح تتعلموها لاحقا إن شاء الله مزيلا هنا بهذه الدائرة اللي تتلاحظوها هنا مرتبط بها شنو مصدر دي سي هذا الجزء موجب وجزء سالف مقاومة كهربائية وهنا نعيدنا دايود اوكي هنا الديود نشوفون الجزء البوزيتف هذا قلنا نحن شنو هذا الجزء هنا هو P اوكي شنو الأنود وهذا الجزء اللي بيخاف هو شنو الكاثود لا طب هذا الكاثود اللي هو النقزد فهنا عيدنا الزائد المنارتبط ارتبط لجزء البوزيتف جزء الأنود وهنا نقتل باختباط الى الجزء السالب اللي هو الكاثوت هنا عندنا سيركيت In this circuit the diode is forward bias هنا هل الدايوت يصري انحياز امامي شنو يعني انحياز امامي معناته هنا عندي من يصري انحياز امامي معنات عندي هذا الدايوت يصير ON فما يقارب يصير short circuit معنات الدائرة يصري بيها معنات عندي هذا open circuit كصورة تقريبية هذا open circuit اذا اخذناها كصورة متالية ايه بالحالة انه هذا يكون forward bias يعني جزء positive مرتبط الى الانود وجزء negative مرتبط الى الكاثوت معنات هذا يكون short circuit بالحالة المتالية short circuit معنات شنو سرع عندي تيار منها مر بالمقامة مر بالدايوت ومر الى الجزء negative صار عندي تيار بالدايوت بينما اذا لنفرض هنا كان عندي هذا negative وهذا positive معنات هذا الدايوت يكون reverse bias ليش؟ لان الجزء negative هنا قلنا ارتبط ويها زائد والجزء الزائد ارتبط ويها negative فاذا هنا ما عندي هذا الدايوت يكون reverse bias بالحالة المتالية الحالة بدون خسار يكون عندي reverse bias الدايوت يكون open circuit معنات عندي الدايوت نعتبرها مقطوعة اوكي الدايوت اوكي الدايوت الدايوت يكون الدايوت short circuit يعني forward bias هنا عندنا الدايود لما يكون انحيازه امامي كوش هاني انتهينا من عندها انحياز امامي قلنا انه معناته شنو انه راح يوصل يكون يوصل من ريفيارس بايس لا ما يوصل انحيازه امامي اذا فورورد بايس اش وقت يصير به توصيل من عندنا الالكترون الالكترونات تمتلك تكون البولتية المسلطة على طرفي الدايود اعلى من بولتية العتبة بولتية العتبة مصطلح جديد عليكم بولتية العتبة اللي هي نيبولتج النيبولتج هاذي شنو هي بالاوصل هي البولتية اللي قبل شوية قلت لكم عليها هي الديبليشن لاير فولتج اوكي الديبليشن لاير فولتج اشغلت شانك بالسيليكون او باين سبن فولت يعني شنو يعني عندي المصدر احط بي فوق الاو باين سبن فولت يصير عندي مرور بالتيار يعني هاذا تشوفو هاذا هذه البولتية المطبقة على طرفي الدايود وهنا عندي التيار اللي يمر خلال الدايود ما نجي هنا نجد البولتية او باين سبن التيار كلش قليل نحن نسقط هذا او باين سبن نجي هنا نسقط التيار كلش قليل ما دي يمر باين سبن بس فوق الاو باين سبن لا بدأت يصعد يصعد التيار شوفو هنا مثلا هذا التيار 10 امتير او 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 يعني اي قيمة 10 ملي امتير مثلا هنا عشرين 30 40 50 صعد التيار وش قد البولتية البولتية كلش قليل امثلا واحد بولت بينما و التيار بينما قبل الاو باين سبن لا التيار كان صفر قريب لي صفر فاذا عندنا هنا الهن البولتية الني بولتج اللي هي البولتية بولتية العتبة اللي هي دا يصير بيها انتقال الالكترونات من الان الى البي وبذلك دا يصير عندنا تيار مثل من لاحظتوا هذا الشيء بالنسبة للفورورد بايوز بالنسبة للريفيرس بايوز بالنسبة نعم للريفيرس بايوز هنا دا لاحظ الريفيرس بايوز فعنا طبقنا على الجزء الانود جزء وعلى الجزء السالب با المصدر با البولتية وعلى جزء كاثوت حاطئنا جزء الموجب با المصدر والا البولتية جمنا نزيد البولتية ada till three with a delta ما دا يمر في التيار يعرفوا كلا تيارonge 0 صفر صفر زادت البولتية الزادت هنا بالفورورد باياس شنو لأ صارت ونسبنا ما حصره تيار مر تيار خلال الدائر بينما هنونش قد ما زيد البولتية كل التيار صفر صفر ما هي يصري تيار سوا بلوكين هنا صار تيار قليل جدا أوكي ويا زيادة البولتية كل ما زادت اكتر كل ما الى ان وصلنا الى مقدار بولتية اقصى مقدار بولتية ممكن يتحمل هذا الدايود اللي احنا سميناه البركداون اوكي صار انهيار بهذا الدايود وبذلك وصلنا الى البركداون والتج اقصى بولتية اللي هي تقريبا بعض الدايودات وما فوق الخمسين بولت وصار حدنا انهيار وقام يصري تيار شنو نقتل وقام يصري حدنا تيار هذا الجزء هو جزء الريفيرس بايوس وهذا الجزء لما نعدنا الدايود داشتول بالفورورد بايوس اوكي اوكي عندنا مصطلح اللي هو البركداون سقط مقدار مقدار تبدد القدرة وين؟ في الدايود القدرة هي الوولتية في التيار القدرة هي الوولتية في التيار بالنسبه entrenه Scandinavian اوكي فولتية في تيار فاذا هي فولتية الدايود الفور اللي على الدايود قدرة اللي على الدايود حتصير فولتية الدايود في التيار الدايود الـ Power Rating مصطلح الـ Power Rating هو الـ Maximum Power أقصى قدرة ممكن انطبقها على هذا الدايود ويتحملها هذا الدايود بعد هذه القدرة ايش رح يصير راح تتأثر خصائص الدايود وممكن يحترق اوكي فلذلك الـ Rating Power هي أقصى قدرة ممكن يتحملها هذا الدايود بعدها ممكن تتأثر خصائص الدايود وتقلل من عمر الدايود او يحترق الدايود فماكسيمام فور أقصى قدرة هي فولتية المطبقة على الدايود في التيار الماكسيمام نحصل على الفور ماكسيمام القدرة أقصى قدرة هي فولتية في أقصى تيار كمثال فور انستانس كمثال إذا عندنا دايود عنده أقصى فولتية زيان 1 فولت وأقصى تيار هو 2 أمبير فأقصى قدرة فالـ Power Rating هي فولتية في التيار 1 في 2 راح يصير عندنا القدرة تساوي 2 واط القدرة تقاص بالواط مثل ما نعروف دعنا أن أخذ هذا المثال If the diode of figure below أوكي forward is the diode of figure below forward biased أو reverse biased عندنا هنا هذة الدايود لتشوفوه هل هو forward biased أم reverse biased بسير هنا بهذه الحالة مرتبطة على التوازي هذا الطرف وهذا الطرف على التوازي فبهذه الحالة راح نجي نشوف من ال A وال B نشوف ال B ثبنن وال R ثبنن نباوع من هنا نشوف هذه الأجزاء شنو اللي بيها B ثبنن و شنو اللي بيها R ثبنن نباوع من هنا بهذا الاتجاه من هنا نباوع نشوف شاكه عندنا R ثبنن و B ثبنن نشوف انه طبعا لما نريد نطلع ال R ثبنن من هنا هاذا راح يصير ب short circuit خوش ال R1 و R2 راح يكونون على التوازي R1 و R2 راح يكونون توازي بما انه يكونون توازي راح تطلع عندنا مقدار مقاومة اللي هو ما يسمى بال R ثبنن اوكي والبولتية راح نطلعها من هنا هي ش تساوي بهذا الجزء راح تساوي انه ال Vs هي نفسها نفسها البولتية على هذا الجزء بين ال A و B هي نفسها البولتية على طرفي هذه المقاومة ال R2 لانه التوازي صحيح عند التوازي البولتية متساوي فال Vs راح تكون عندنا الفولتية تساوينا Vs مقدار الفولتية مع المصدر في المقاومة اللي اريد الفولتية بها اللي هي ال R2 على مجموع المقاومات R1 زائدا R2 هذا ما يسمى بتقسيم الفولتية او voltage divider rule هذه المفروض ما اقضيها بالأسس الكهربائية ما تساوي Vs في R2 على R1 زائدا R2 Vs في R2 على R1 زائدا R2 طلعتنا البولتية هنا اللي نسميها نسميها V7 وال R7 طلعناها هذه قيمتها هنا نفس الاتجاه طبعا من Vs زائد ناقص اذا لاحظ اوكي اوكي بياس هذا شنو عدنا كاثود يعني زائد ارتبط الى الكاثود وهنا نغاتف ناقص ارتبط الى الانود الانود اللي هو جزء الفوزيتف ارتبط الى نغاتف معناته شنو عدنا وهنا سيكون reverse biased يعني زائد ارتبط ويا ناقص هذا كاثود وناقص ارتبط ويا زائد وبذلك هذا سيكون reverse biased هذا شنو هنان جاي نيو positive positive هذا كله positive فهنان ارتبط الى الانود اللي هو positive ارتبط ويا ال positive وهنا عندي هذا ال negative ارتبط ويا الكاثود اللي هو ال negative الان فبذلك يكون عندنا هذا forward biased هذا الديود 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 الانتقل الى المثال الثاني الديود has a power rating of 5W هنا عدنا دايود قدرته 5W اوك اوكي 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 انتبوهه شباب اوكي انتبوه شباب ماذا قدل القدرة التي تتبدد او تستهلك من خلال هذا الدايود؟ ما هي القدرة؟ هل الدايود رح يتحطم؟ رح يعطل؟ لو لا شكت الدايود يعطل؟ يعطل الدايود لما تكون عندنا القدرة المطبقة على هذا الدايود هي اعلى من الريتنج فار اعلى من اقصى قدرة ممكن يتحملها الدايود يعني تكون اعلى من هذا المقدار معناته شنو؟ رح يتحطم الدايود رح يصير به خلل بعد ما يشتغل بصورة صحيحة دعنا نحسب ما هي القدرة؟ ماذا قدر القدرة على الدايود؟ ماذا قدر القدرة على الدايود؟ ماذا قدر القدرة على الدايود؟ ماذا قدرنا قانونها هي V-Diode في الـI-Diode في الـI-Diode ماذا قدر هو 1.75 أمبير طبعا واللاحظة الوحدة هنا هو V-A وضربهم يولدنا واط فهنا رح تتولدنا 2.1 واط إذا لاحظ 2.1 واط هي أقل هي أقل من الخمسة واط وبذلك عندنا الدايود ما راح يحترك لو كانت هاي القدرة أعلى من الخمسة؟ لا، لكان الدايود إجابتنا لهذا السؤال سنقول 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 نعم سنقول بينما هنا في هذا الجزء الذي عندنا 2.1 أقل من خمسة لا هنا سنقول سنقول كواجب لكم شباب كواجب لكم شباب ماذا هو الدايود's power dissipation إذا الدايود's voltage is 1.1 V و الدايود's current is 2 أمبير إذا عدنا الـVoltea 1.1 V و الدايود's current is 2 أمبير ماذا قدر الـPower Dissipation؟ هومورك آخر إذا عدنا الـVoltea 1.1 V و الدايود's current هو 2 ميلي أمبير هذا هومورك ثاني 2 ميلي أمبير إجقد القدرة المستهلكة أو المستبددة أو المتبددة في الدايود نجي على الموضوع اللي هو الـ Ideal Diode الـ Ideal Diode هو الدايود المثالي Ideal معناته مثالي شنو يعني مثالي؟ يعني بدون أي خسائف أوكي الـ Figure below shows the current voltage graph of an Ideal Diode شوفون هذا الـ Graph اللي هو هم ده يمثل لنا Graph بين V و I characteristics of Diode بس شنو يختلف عن الـ Graph اللي أخذناه قبل شوية هذا الـ Graph تشوفون هنا غدل بدأ منا هيتش وراها صعد هنا لا بالـ Ideal Diode اللي هو المثالي لا هنا شنو صار عندنا صار عندنا انه هذا الشكل هذا هذا الـ Diode المثال شنو معناته؟ Zero Resistance When Forward Bios معناته عندنا المقامة تكون صفر بالـ Forward Bios لما يكون عندنا الـ Diode Forward Bios معناته شنو حيكون Short Circuit شنو يعني Short Circuit معناته حيوصل راح نعتبره موصل للدائرة يوصل كسويت يوصل يطبق و لما يكون Reverse Bios راح يكون شنو Open Circuit هذا مفتاح مفتوح ما يوصل زيان من يكون Forward Bios معناته عندنا المقامة صفر المقامة هي فرق الجهد على التيار لتلاحظون هنا اشقد الفولتية دائما الفولتية صفر بينما التيار دي يطغير مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كلها الفولتية صفر اوكي احنا الفولت اوكي فهنا هذي اذا نقسم اشقد الفولتية على التيار راح تصير عندنا صفر على مقدار معين وبذلك عندنا دائما المقامة صفر اوكي فولتية على التيار صفر على مقدار معين معناته صفر بينما هنا نتلاحظون هذا لا دي يكن عندنا دي نزيد مقامة مقدار فولتية مقدار فولتية مقدار فولتية نزيده نزيده كل ما نزيد ايج دي يطلع عندنا دي يطلع عندنا انه ال الفولتية كل ما دي نزيدها تايار صفر مزيان المقامة فرق الجهد على التيار فرق الجهد الى قيمة مثلا 1V هنا على التيار قد يساوي هنا التيار يساوي هنا 0 اوكي نحن نشتغل بجزء الصفر ما التيار هذا عامد التيار هنا نشتغل بجزء الصفر ما ته ف1 على الصفر معناته عندي Infinity Infinity Resistance المقاومة كل شيء عالي فمعناته عندنا لما عندنا open circuit هذا open circuit دائر مفتوحة شوف تتصير لما يكون الدايود reverse BIOS معناته عندنا المقاومة كل شيء عالي الى ما لا نهاية يكون عندنا forward BIOS معناته عندنا هذا الدايود short circuit معناته عندنا المقاومة تكون 0 وبذلك عرفنا الدايود المثالي عرفنا الكيرب مالته هذا الرسم عرفنا شكل مالتي ينكتب عليه ideal مثالي يعني ما ناقض نظر الاعتبارة قسار يكون بالـ reverse BIOS في حالة الانحياز العكسي يكون open circuit في حالة الانحياز الامامي يكون short circuit يوصل وعرفنا قبل شوي شون نقلي الدايود يكون short circuit او يكون forward BIOS وشون يكون reverse BIOS قلنا forward BIOS زمن عندنا هنا مرتبط للجزء الـ positive اللي هو الانود مرتبط الى جزء الـ positive للمصدف والكاثود مرتبط الى جزء الـ negative رح يشتول كforward BIOS إذا العكس ما ناتيج طول reverse BIOS لجينا نقض على المثال الثالث باستخدام الدايود المثالي احسب التيار احسب الفولتية من الحمل وتيار الحمل أيضاً لطيفة وكاثود مرتبط جيد لتشوفون هذه الدايرة هذه الدايرة اللي عندنا خوش اللي هنشتول عليها اول شيء هنه الدايود يشتول بعد اسم الدايود هنه اول من يجينا نشيك نشيك هل هو يشتول بعد اسم الدايود الدايود يشتول مرتبط الى جزء الـ للباتره جزء الـ positive يرتبط للانود وجزء الـ negative هذه الدايرة مصلة هذا الجزء وهذا الجزء هو باعتبار جزء واحد لأن أرضي. فهذا النغاتيب مرتبط إلى الكاثود. معناته هذا الديود يشتغل فورورد بايس. أوكي. انحياز أمامي. إذا معناته هذا شنو شبيه إنه closed switch. باعتبار switch مغلق. أوكي. معناته صار عدنه توصيل. هنا الفولتية هاي العشرة فولت. كلها رح تظهر على الحمل. لأنه هي ما عندنا. هو بس توازي. المصدر على التوازي وهي الحمل. وهي المقامة الر. فمعناته الفولتية هنانا هي نفسها بالتوازي هي نفسها على الحمل. فعشرة فولت هنا عشرة فولت هنا. فمعناته أول مطلب بالسؤال يقول إش قد اللود فولتج. رح نجاوب إنه اللود فولتج VL تساوي إنه عشرة فولت. زين المطلب الثاني إش قد اللود كارنت. إش قد تيار الحمل. باستخدام قانون أوم. أوكي. قانون أوم. المقامة فرق الجهد على التيار. التيار فرق الجهد على المقامة. عشرة فولت على المقامة واحد كيلو أوم. يطلع دنا التيار عشرة ميلي أمبيا. أوكي. هاي هنا طلعنا التيار اللي هو تيار الحمل. اللود كارنت. أوكي. زين نجي لهذه الدائرة. هذه الدائرة. لا تلاحظون بها مصدر فولتية ومقامة تيم وهنا نا دايوت. هنا نا مقامة الحمل. نفس الحالة نفس ما سوينا قبل شوية. سوف نطلع المنظورة من هذه النقطة. من هذا الاتجاه. أوكي. ما لدينا هذه المنظمة الغلطية. الشواري اللي وغيران عليها. سوف نطلع الغلطية. ستة في ثلاثة في ثلاثة. ستة في ثلاثة. ستة في ثلاثة خ السبان ستساوي الغلطية. ستمنظر ستساوي الكيلو أوم تساوي الغلطية. الغلطية الغلطية. يجيل. الجزء الثاني. الذي عندي 29 كيلو أوم التشاري siihen بانها. 36 بولتيج دبي دارو 36 بي 3 اللي هي 108 على مجموع المقامات 36 في المقامة اللي يريد البولتيج بيها اللي هي 3 على مجموع المقامات 3 زائد 6 على تسعة 108 على تسعة اللي هي 12 بولت حصلنا على البيثبنن ماشي فصار عدنا البيثبنن وارثبنن الآن نرى الجزء الـ positive مرتبط للانود والجزء الـ negative مرتبط للكاثود إذن هذا الدايود يشتغل الـ for your buyers البولتية بالنسبة للبولتية هنا 12 بولت نحن نطلع البولتية على الحمل استخراج البولتية على الحمل أيضا هومورك لكم هذا الهومورك الثالث اشقد البولتية على الحمل عدنا هنا هذي دائرة اشقد البولتية على الحمل واشقد التيار على الحمل اشقد التيار على الحمل يعني التيار نفسه ما دائرة لأن هذه التوالي فهو تيار واحد تمثيل الثاني اللي هو التقريب عدنا أخذنا هسا الحالة المثالية الـ ideal case بالنسبة للدايود الآن هنا عدنا فتشي مقارب للواقع اللي هي second approximation فتشي تقريبي لواقع الدايود نلاحظ انه الشكل اللي بالأسفل شقدنا هنا هنه الكير الفي دايود والاي دايود الفولتية اللي دي يشتغل بها الدايود هي فولتية العقبة الـ knee 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 voltage العتبة 0.7 فولت قلنا بعد هذي الفولتية داي صعد عندنا التيار فهنانا عندنا الغراف الغراف نتحدث لا توجد حتى 0.7 فولت اثير على الدايود لما يصعد عندنا هنا 0.7 يصعد صعود بالتيار فإذا طريقة التقريب الثاني شا تقول بتقول لا اخذ بنظر الاعتبار البولتية انه المطبقة على الدايود 0.7 يلا يبدي صعود التيار مو مثل قبل شوية كانت البولتية صفر وصاعد التيار لا اهنا 0.7 عدنا يلا يبدي وراها يصعد التيار يعني يبدي يشتول الدايود لما تكون عندنا البولتية المطبقة على طرفي 0.7 فهنا هذا يسمى بال second approximation التمثيل الى كدايود هذا وكتب عليه second approximation الكوفلان سيركيت هذي مالته اللي هي بالريرس بايس بهذا الشكل وبالفورد بايس بهذا الشكل باعتبار ريرس بايس سويتش متو اضافة إلى مصدر ديسي 0.7 فولت وبالفورد بايس سويتش مغلق ومصدر ديسي 0.7 فولت مثال الرابع باستخدام second approximation هالس اللي قلنا عليها لحساب تكالكوليت the load voltage والتية الحمل والload current تيار الحمل and the diode power وقدرة الدايود of the figure below إذن مطلوب هو بولتية المقاومة تيار المقاومة إضافة إلى الpower القدرة على الدايود خلنا نجي إلى الحل بما أنه الدايود هنانا forward bias نلاحظ هنا هذا زائد anode والnegative للكاثود مرتبط إذن forward bias فبذلك راح نحول هذا إلى الكوبلنت مالتا بالsecond approximation راح يتحول إلى باتري مقدارة 0.7 فولت this means that the load voltage equals the source minus the diode drop إذا نريد أن نطلع البولتية هنا على المقاومة راح تساوينا 10 ناقص 0.7 لأن هنا لدينا مصدر 0.7 فولت ف10 ناقص 0.7 راح تساوينا البولتية على الحمل اللي هي 9.3 فولت هاي هنا طلعنا أول مطلب اللي هو load voltage زيان load current تيار الحمل شي ساوينا تيار الحمل يساوينا البولتية على المقاومة البولتية جد على الحمل 9.3 المقاومة جد 1 كيلو اوم يطلع إذنه يطلع إذنه التيار 9.3 ميلي أمبير اوكي القدرة القدرة على الدايود هنا الpower dissipated او الدايود power ش راح تساوينا راح تساوينا البولتية مع الدايود اللي هي 0.7 V-دايود او الدايود power هذي 0.7 فولت مضروبه في 9.3 ميلي أمبير التيار دي يسر بالدايود هاي طلعنا الpower على الدايود ننتقل إلى التقريب الثالث third approximation بالنسبة للدايود احنا انا اش راح نضيف راح يصير إذنه إضافة مقاومة المقاومة هنانا تسمى بالpulk resistance R-B اوكي bulk resistance ننشوف هنانا الكيرف اللي تغير صار انه 0.7 V بده يشتول الدايود صار short circuit بده يشتول اضافة مقاومة اللي هي ال-R-B اوكي كان بالحالة المثالية بس يصير short circuit بالحالة السابقة كان لأ يصير مصدر voltio short circuit بالforward هنانا اضافت مقاومة باعتبار نمثل هذا الدايود كمصدر voltio 0.7 ونمثله كمقاومة اوكي هذي المقاومة R-B اللي هي ما يسمى بالبالك resistance فش تسبب ان هاي المقاومة تسبب انه انه يصير عندنا الكيرف يبدي من 0.7 وراه يصير عندنا صعود اللي هو خطي خطي كل ما تزداد voltio التيار وهكذا صعود خطي صعود فش تسبب انها صعود فش تسبب انه رب يستخدم ثم انها تركت الدم اللي هو 0.7 volt يصير الديود الانتراني الانتراني تزداد صعود ويالتيار خلال التوصيل الفولتية على الدايود ايش راح تصير خلال التوصيل لمن هذي يكون شورت سيركيت الفولتية على الدايود ايش راح تصير راح تساوينا البي دايود راح تساوينا 0.7 فولت اللي هي هذي زايدا الثيار اللي مار في المقامة مضروب في مقدار المقامة يعني هذي 0.7 فولت ما لهذا المصدق زايدا الثيار المار في المقامة إذا تطلع عنا فولتية فتطلع عنا هذي فولتية الدايود اللي هي V-دايود اوكي ايش وقت ديوريك كوندكشن هاي البولتية ما الدايود خليجي ناخد المثال الخامس اوكي واللي هو عدنا المثال الأخير في هذه المحاضرة ذا 1N 4001 هذا دايود رقمه 1N 4001 ماشي 1N 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 2N 2N 3N 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 4N 4N 5N 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 6N 5N 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 6N 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 1N 5N 6N 6N 7N 8N 7N 9N 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 10N 10N 9N 13N طلعنا التيار الذهي يسري بالدائرة خوش بعد ما تطلعنا تتأكد التيار الذهي يسري بالدائرة نشينا نشينا ذلك البولتياء المطبقة على المقاومة بالمقاومة وحدها. فقط هذه المقاومة مقاومة الحمل. فعدنا التيار الذهي يسري نضربه في المقاومة Vers 10 Ohm هذا التيار اللي دي يسرب الدائرة في 10 اوم فقد هذه المقاومة تطلع دنا الفولتية 9.009 اللي هي فولتية الحمل وبذلك ننتهي من هذه المحاضرة شكرا جزيلا في امان الله